لا أنا عجبني الخليفي بصراحة عجبني الخليفي بقاله كم سنة كده بيلقن برشلونة وريال مادريد دروس دروس في الإدارة إدارة؟ لا مش إدارة فلوس ما هو أنت لما تبقى؟ أنا لو معي الفلوس دي كلها هلقن أي حد دروس كلها فريمتينو بريز برضو كان بيستخدم كل أسلحته في المركات طبعا اللي عمله في الناس بيطلع عليه سواء كفلوس كانت موجود ريال مادريد كان من أفضل أندير اللي معها فلوس طبعا قوة وعظمة ريال مادريد وتاريخه فهو فريمتينو بريز عملهالة وموجودة في المركات لما جاء الأقوى منه اللي هي الأموال بزيادة وبلا حساب خلاص عظمة فريمتينو بريز قلت أو وقت وأعتقد أن بريز فانجرمان هيبقى هو الوحش الكاسر في سوق الانتقالات الفترة اللي جاي لو تكلمنا عن الإغراءات اللي تقدمت لكيليا نبابي ايه هي؟ وليه ريال مادريد مكسبش الصفقة لي لو أخذ من أمير موضوع التيشيرتات لو أم هو قال لعيب اللي يجي يبيع تشيرتات والله كيليا نبابي قال لهم أنا عايز نسبة 100% من بيع تشيرتات لا أخذ احنا مش عايزين فلوس من ورائك احنا معنا فلوس احنا وريدي مش عايزين فلوس احنا كده كده خسره دي احنا مش ما بنبوصش للأرباح فاحنا 100% ريال مادريد قاله لا 50% ده حاجة الثاني حاجة انت عايز مين مدرب زين الدين زيدان هنتعاقد مع زين الدين زيدان واخد وعود او على حسب الصحافة ما قالت انه واخد وعود ان زين الدين زيدان يبقى موجود قائد للمشروع انت عايز تدخل في الانتعادات على حسب ما صحف كتير قالت انت هتتدخل في تعيين المدربين هتتدخل في تعيين اللعيبة هيبقى لك رأيي في النادي بعد كده لك رأيي زيك زي عضو مجلس الإدارة فدي إغراءات اللاعب عنده 23 سنة مين كان يحلم بالإغراءات دي كلها خيل فيعني ما اعتقدش ان حد ممكن تتعرض عليه ربع مليار مع الاغراءات دي كلها الاغراءات الرياضية إذن مع كامل الاحترام والله دي مش ضارة بالضبط هي دي فلوس هي أسلحة أسلحة ولعبها أنت الأسلحة موجودة أنا لو مدير يعني أنا لو بدير نادي أو رئيس نادي تمام أنا مش هدي لعب عنده عشان كل هذه الامتيازات وكل هذه الأموال بس عشان أكسب الرهان وأكسب الرهان بخسائر مين أكتر نادي مين أكتر نادي بياخد لعبته أجور في الدورة الإنجليزية منشاستر وين منشاستر وينايتب ده سوق إدارة رياضية سوق إدارة sûr ما هو الكلام اللي أنت كل اللي أنت حكيته ده سوق إدارة رياضية لكن إنت الإدارة الرياضية مين كإدارة رياضية ما يحلمش بالعيبة اللي موجودة في باريس إن جلمان إنت إدارة رياضية طلبتها كلها مجابة طيب باريس إن جلمان بيعمل ايه دي الفكر��� دي الفكرة خسائدك في قراط القدم و لسه بتشتري و لسه بتدفع اكتر انا في رأي صفقة ميسي بلا اي داعي لكن انت صفقة ميسي دي كشو عملت باريس سان جرمان حتى لو باريس سان جرمان ما خدش دور الابطال لكن هو ان ميسي يجي يلعب سنتين في باريس سان جرمان ده هيدي تقل لباريس سان جرمان في المستقبل يا باش اخودي اللي انت عايزه ما تكسفش دور الابطال مش مشكلة هو النادي بيرسي مشروع كبير انت لما لعب زي ميسي تلقل كبير They play-ologne ابتال هنا навبوش مجموعة هل يوضح مموعة هيك Births هل أماظ القدر الابطال ده توتنام وصل مع وجوكتيني والله مدريودة ده هلavyروسور populations بيريال في سامي فاينالدوا الابطال بيريال في سامي فاينالدوا الابطال وبريس لا سامي فاينال الابطال هو يتموح ناذي ناذي يتموح أنه يسيطر ويفرض سيطرته من هناك وافر stigmaة اليوجينة على الوحدة أنا شايف الخلافي fifi وقفوا ضد بريز في السوبر ليج وكلامه هو اللي ماشي والسوبر ليج تلغى ومع صفقة مبابي أعتقد أنه تقل الخليفة دلوقتي على مستوى الرياضة في أوروبا وخصوصاً أنه هو رئيس ربطة الأندية المحترفة أعتقد أن الخليفة يبقى رقم واحدة طبعاً سألتوا للأمير تحب محمد صلاح في ريال مدريد؟ أه طبعاً لازم وجوده في ريال مدريد أو برشلون قبل الاعتزال هذا سيبقى حلم كل مصر أنه وجود محمد صلاح في ريال مدريد أو برشلون هذا سيدي الكرير عظمة كبيرة جداً أعدي أصحاب القهوة من كسب كبيرة جداً بس ما يجبش عليك أنا نفس سأشوف محمد صلاح في الشرطة ريال مدريد دي حاجة لا فيش بعد كده حلم وجمال وهتفتح بقى لما أجلس قالك هتشجع مين تقول لي ريال مدريد؟ أيوه صحة كده بدل معه دحتار بقى بس الفاكرة أنه البريميليج كبطولة فرقت تماماً على كل الدولات الأوروبية الخمسة الكبار اللي جنبها بس مشاكل بالوندور فعلاً غير في ريال مدريد بص يا كريم ما دائزناك فاروق يعني في بصراحة يعني حاجة أنا استغربتها جداً جيمي كاريجر ليه تصريح من ثلاثة أربعة أيام كده كأنه بيقوله الصراحة أنت ابني الشركة بيقوله بصر اللي خرجوا من ليفربول عملوا إيه برا ليفربول بص الوكيتوني وبص الأسماء الثانية ليفنالدوم فإيه التصريح هذا؟ يعني ده تصريح بصراحة بالنسبة لي يعني فيه عدم احترام كبير جداً اللي بيحاول الراجل الراجل هداف الدور الإنجليزي ثلاث مرات في خمس مواسم إمتى فعلاً ممكن حد يخرج ويقول أن ليفربول لازم يدفع لمحمد صلاح اللي هو عايز إمتى حد ممكن يخرج ويتهم إدارة ليفربول أنها مش بتدعم صلاح بالشكل الكافي علشان يبقى منافس قوي على البيض ريال مدريد جماهير وملهاش كبير كريستيان رونالدو اتعرض لسفرات استهجان في السانتياجو برنابيو ده الخطر الوحيد اللي ممكن نحس به على صلاح في وجود ريال مدريد ريال مدريد نادي متطلب جداً عايز نجومه على القمة دايماً في كل المباريات فدي يمكن شوية للخاف علي محمد صلاح لكن طبعاً ريال مدريد حلم كبير يعني ماشية